المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفي إطار حرصه على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج وتفعيل الشراكة المجتمعية بما يساهم في تعزيز نشر التوعية بين مختلف فئات المجتمع حول مرض الدرن والحث على أهمية التشخيص المبكر له وتجنب الإصابة والمضاعفات المحتملة نحن نجتمع اليوم ليس للإحتفال أقولها بكل صراحة نحن نذكر أنفسنا بأن هذا المرض قابل أن نقضى عليه وما زال توجد حالات تظهر يوميا جديدة لذلك كل مرة نجتمع نقيص مؤشراتنا السابقة ونتطلع إلى مؤشرات وبائية منخفضة في المرحلة القادمة والسنوات القادمة وهذا يأتي بخطط وتكاتف لكل القطاعات بداية من رئاسة إلى أي الإدارات وكل قطاعات الدولة لهم علاقة باستعصال هذا المرض وكل الأمراض اللي قاعدة مستوطنة في المجتمع نحن اليوم هنا في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة مرض الدرن اليوم هدايا يقام عالميا يوم 24 مارس من كل سنة الهدف من الاحتفالية هدية هو التعريف بوبائيات مرض الدرن في ليبيا التعريف بمرض الدرن والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الدرن في خلال السنوات للعشرين خمسة وعشرين نأمل أن أهداف الاحتفالية هدية توصل للمجتمع والناس وليصنع القرار إن بدل هلبا مجهود من إدارة المركز الوطني مكافحة الأمراض إدارة مكافحة الدرن والجردام شركاء الداعمين لنا من منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة شكرا للجميع ونتمنى التوفيق للجميع نظم المركز احتفالية باليوم العالمي للدرن والذي يصادف الحادي والعشرين من شهر مارس الحالي الاحتفالية جاءت بهدف تعزيز الجهود والمساعي أمام رفع مستوى الوعي الصحي حول هذا المرض والعواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه وذلك من خلال توفير الأنظمة الصحية الوقائية والعلاجية ذات الكفاءة على مختلف المستويات إلى جانب متابعة الإجراءات الفاعلة والكفيلة بالترصد والوقاية من المرض نقص الأدوية في بعض الأحيان الحمد لله لنا 3 سنين الآن الوضع الدواء ممتاز ولكن قبل ذلك كان ينقطع وهذا التحدي كبير جدا خلانا نكونوا عليه اتفاقية مع شركانها في منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة اتفاقيات كبيرة والحمد لله بعد هذه الاتفاقيات الدواء لم ينقطع المشغلات المعامل كنا على تواصل دائما مع شركانا في هذا الأمر ولله الحمد تم كل ما ما اتفقنا عليه بنجاح تام الحمد لله رب العالمين كما تخلل الاحتفالية التعريف بأهمية الحرص على تحفيز البرامج التوعوية في سبيل مواصلة الاستراتيجيات والخطط الوقائية والتي من شأنها المساهمة في إذكاء ونشر الوعي المجتمعي اللازم مع ضمان استمرارية توفير الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة لتأمين الوقاية من الإصابة بالسل وتشخيصه وعلاجه إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الجهود والتدابير الوقائية والأهداف المنشودة التي تسعى إلى القضاء على وباء السل بشكل نهائي